برعاية من السيد والولاية تندوف وإشراف مدير تشؤون الدينية والأوقاف وتنظيم مزل السبر الخيرات بالتنسيق مع جمعية مارك بن نبي وافتتح الملتقى السابع للسيرة النبوية المعنون بوقافات مع شهداء فلسطين في ذيل طوفان الأقصى المبارك تحت شعار الشهيد في الهدي النبوي وبحضور مشايخ أساتد من ربوع الوطن أرتأينا هذا العام أن يكون الملتقى بمناسبة يوم الشهيد وما يحدث لإخواننا في غزة تحت شعار الشهيد في الهدي النبوي وعلى هامش الملتقى إن شاء الله ستكون هناك مسيات بالمساجد تستمر ثلاثة أيام تدندن حول هذا الموضوع والأهم وهو القضية الفلسطينية وما يحدث لإخواننا في غزة على هامش الملتقى صنع أطفال لوحات فنية لمعاناة الشعب الفلسطيني من باطس وجباروت اليهود الغاصبين للأراضي المقدسة من هذا الربع المبارك من بلدنا المفدى ولاية تندوف للمشاركة في هذا الحدث المتميز في هذه البصمة وهذا الموقف الذي يعبره عن الوفاء بين أجيال سبقت وبين أجيال قادمة كيف أننا تسلمنا المشعلة من الذين من جيل التحرير ونحن نمثل بحول الله تبارك وتعالى جيل التنوير وجيل التغيير فهؤلاء الشهداء من حقهم علينا أن نذكرهم أن نذكر مواقفهم أن نذكر بعض أسمائهم أن نذكر تضحياتهم الجسام هؤلاء الذين قدموا رقابهم فيما يدين الحتوف وباعوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل إجلاء المستعمر الجاثم على صدورنا لعقود طويلة وأجلوه وننعم بعد ذلك نحن بشيء من فضاء التحرر فضاء التنقل فضاء العبادة فحقهم علينا أن نذكرهم أن نترضى عليهم أن نترحم عليهم هذا حقهم ولكن أن يكون هذا الامتداد في عرفان الجميل ونورثه للذين يأتون من بعدنا